خطى التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تأخذ منحا أكثر عمقا في توطيد وشائج العلاقات بينهما. فقد اختار وزيراء الخارجي الإسرائيلي جابي أشكنازي والإماراتي عبدالله بن زايد برلين مكانا للقائهما التاريخي الأول. بل وزارة نصب محرقة اليهود الذي يحمل رمزية كبيرة. في البداية زار الوزيران وبحضور وزير الخارجي الألماني هايكو ماس زار النصب التذكري لضحايا الهولوكوست أو المحرقة اليهودية في برلين. وتجول في أرجاء النصب المبني على شكل متاهة يتكون من مئات الأعمدة الخرسانية. ثم قام بزيارة متحف النصب في الطابق الأرضي. وهو لتخليد ذكر اليهود الذين قضوا في المحرقة. ثم دون الوزيران كلمتيهما في سجل زوار النصب التذكري. حساب إسرائيل بالعربية كتب على توتر والتابع الوزارة الخارجية نشر صورة لما كتبه عبدالله بن زايد في سجل الزوار. تبدأ كلمته بجملة فخور بزيارة اليوم للنصب التذكري. ويضيف وزير الخارجية الإماراتي في ما كتبه. دعونا نظهر ما كتبه هنا على هذه الشاشة. بعد تحية تقدير لأرواح الضحايا. تنتهي الكلمة بهتين الجملتين. لتكن أرواحهم مرتبطة برباط الحياة الأبدي. لن يحدث مطلقا مرة أخرى. بعد زيارة النصب التذكري عقد الوزيران لقاء ثنائيا لتعجز العلاقات بينهما. لنستمع لبعض من مقاله عبدالله بن زايد في المؤتمر الصحفي. إننا في دولة الإمارات نتطلع إلى فتح المزيد من أفاق التعاون الجديد لصنع السلام. وإلى الفرص الاقتصادية التي يفتحها في المنطقة. نرى أيضا أن الإمارات وألمانيا وإسرائيل تتشارك في المصلحة. وهي تعزيز التسامح والتنوع في دولنا. كذلك في تعزيز التعددية والاعتدال في المنطقة ككل. أما وزير خارجي الإسرائيلي جابي أشكنازي فقد قال أن علاقات البلدين ستخدم الأمنة والسلامة في الشرق الأوسط. قبل ساعات من الآن كانت هناك زيارة تاريخية للنصب التذكري لضحايا الهولوكوست. تلك الزيارة كانت مؤثرة جدا بالنسبة لي كوزير للخارجية وقائد سابق للجيش وكابن لأحد الناجين من الهولوكوست. بأن أكون في المكان الذي كان مقرا لهتلر قاتل ستة ملايين يهودي. وقف ثلاثتنا هناك صامتين متحدين لتذكر الضحايا. وللمرة الأولى في التاريخ كان هناك ممثل ووزير خارجية دولة عربية. حضورنا المشترك هنا يرمز إلى عهد جديد. المكومة هذه مستملت إيدان خداش. على وسائل التواصل علق الناس على ذلك اللقاء وزيارة النصب التذكري. هنا هيثم بازي كتب عبدالله بن زايد مع وزير خارجية إسرائيل. أشكنازي في ألمانيا أمام نصب التذكري للمحرقة النازية. يقول لا يحدث ذلك مرة أخرى. ومجازر إسرائيل على مدى عقود شوية يا حنون. ماذا تقول سيحدث ذلك كل مرة؟ أما هنا محمد سعيد نشوان. فيكتب في هذه التدوينة. طيب متى سنجد نصبا تذكاريا للمجازر الصهيونية في فلسطين؟ للعالم أشكنازي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. وشن حربا على غزة في عام 2008. ارتقى فيها ألفا ومئتا شهيد نصفهم أطفال. هنا مريم لهذه التغريدة تكتب فيها الثقافات المتسامحة. والتي تسعى لبناء الحضارات. لا تعرف العنصرية هذا ما غرسه فينا. والدنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان. وهذا هو نهج أبنائه وشعبه الإماراتي من بعده. وهنا سام له هذه التغريدة. يكتب فيها سام. افتهمنا تريدون تساوين سلام أو تطبيع. لكن ليش لهذه الدرجة تتوددون وتتذللون للإسرائيليين. وتحسسوهم أنهم متفضلين عليكم بالموافقة على التطبيع. رغم أن الموضوع المفروض يكون بالعكس. هنا حمدة بنت دبي. حمدة تكتب. الجميل. رؤية دولة عربية تمد يد السلام. وتحضن عالم إسرائيل بجانبها. بعد سبعين عاما من خطابات الكراهية. أحسنت صنعا يا بلادي. كانت الإمارات والبحرين وإسرائيل قد وقعت منتصف شهر الماضي في واشنطن. اتفاقيات لتطبيع العلاقات فيما بينهم. لتنضم إلى كل من مصر والأردن. وسط استنكار فلسطينيا شعبيا ورسميا. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها.